اشتركوا في القناة ومقاتلين ثوريين جيدين ينحصر التأهيل في ثلاث مجالات المجال الاول هو التأهيل البدني لتعليمهم على قدرة التحمل العالي ورفع لياقتهم البدنية المجال الثاني هو المجال العقائدة الشرعي الديني لتحليهم بالاخلاق الحميدي واصول القتال والمحافظة على حقوق الانسان والمجال الثالث هو المجال القتالي حيث يتعلمون استخدام كافة انواع الاسلحة اضافي الى تكتيك خوض المعارك في المدن وفي القرى وفي المناطق الجبلية يتخرج المقاتل من معسكر الشهيد عبد البسط الساروت باحدى حالتين يمكن ان يكون عنصر مشات عادة ويمكن ان يكون عنصر مهام خاصة طبعا كل عنصر يتلقى تدريبا خاصا به وهي يتناسب مع المهام التي سيكلف بها في اطار تحرير الارض السوري من الاحتلال الاجنبي ومن عصابات الاسد نحن في معسكر الشهيد عبد البسط الساروت التحقنا في هذا المعسكر للتدريب والتعلم بالاسلحة متوسطة والخفيفة وصح كان في صعوبة في التدريب والحمد للرب العالمين سبتنا وتخرجنا الحمد لله والحنا اليوم جاهزين في مسانة اخواننا على جبهات ريف حما موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة